أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدى فترة استفاء نموذج إبداء الرغبة للالتحاق بالدفعة الثانية لبرنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى 7 سبتمبر 2024 حرصا على إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الالتحاق بالبرنامج ويهدو برنامج رواد وعلماء مصر إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي من خلال توفير منح دراسية لبرامج الماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر